ده أيام بتفصلنا عن انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني واللي هتكون في 3 مايو المقبل وده بحضور طبعا عدد كبير من مختلف الاتجاهات السياسية والاجتماعية ويمكن شوفنا على مدار العام الماضي تعاون كبير جدا ما بين كافة الأطياف المشاركة في الحوار الوطني ووجود ثقة متبدلة صحيح بس أنتو علشان كده مجلس أمناء الحوار الوطني ناقش خلال الجلسات اللي فاتت مجموعة كبيرة من الملفات والأضايا المهمة ومع قرب انطلاق الجلسة الافتتاحية تم طرح مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة المتوقع أن يكون فيه مقترحات تشريعية أو تنفيذية إيه هي أهمية هذه الجلسات وأهمية عقدها في هذا التوقيت إيه هي الملفات اللي حتتصدر للنقاش في هذا الوقت أسئلة كتيرة جدا هنحاول نجاوب عليها بالتفصيل مع ضيفنا النهاردة في الستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريد اليوم السابق أهلا بك أستاذ أكرم أهلا بك أستاذ أكرم من وردناك العادة وخلينا الأول نفتح من حضرتك هذا الملف بالتحديد ونتكلم عن أهمية الحوار الوطني شايفة إزاي أهمية الحوار الوطني خاصة طبعا مع انعقاد الجلسات المقبلة وطبعا يعني على مدى سنة اجتمعت الأمانة وتم وضع قواعد كتيرة جدا في عدد كبير جدا من الأحزاب في عدد من الخبراء والشخصيات العامة كان فيه أضايا في بداية طرح فكرة الحوار الوطني إنه الحوار الوطني في حد ذاته مش غاية هو وسيلة ليه جذب أكبر عدد من التفاهمات معنى إنه النهاردة فيه أحداث إقليمية فيه أحداث دولية فيه يمكن حصلت بعد أو أثناء الإعداد للحوار الوطني بالتأكيد ستكون دخلة في تفاصيل الحوار إيه السياسة الخارجية إيه السياسة الداخلية فكرة السياسة في مصر والمجال العام وتوسيع المشاركة السياسية لأنه فكرة الحوار الرئيسة المطرحة رئيس عبد الفتاح السيسي كان بيقول بلا استبعاد يعني كل الطائرات مطالبة بالمشاركة وطبعا على مدى السنة اللي فاتت كان فيه تصورات وجهات نظر مفترض إنه خلال هذا السنة يكون كل حزب أو كل طائر أو حتى الجامعيات والطائرات الاجتماعية تكون جهزت ملفات مختلفة أو أفكار تقدمها في هذا الحوار طبعا يمكن خلال الشهور اللي فاتت وعلى مدى السنوات الحية الخير بعوجود السوشيال ميديا ومنصات كتيرة فيه ناس كتيرة جدا بتطرح أراء ربما بعضها بيبقى ضعيف أو بيبقى مش موسق أو بيبقى خالي من المعلومات أو بناء على معلومات ضعيفة أو كده ممكن يبقى الحوار فكرة أكتر لأن كل هذه الأطراف تطرح أفكارها وتكون قادرة على تقديم أدلة أو أفكار تقدر تبلور إنه الأراء تبدو كثيرة لكن الحقيقة يمكن الأمانة للحوار الوطني بلورت كتير من الأفكار ممكن آلاف الأفكار سواء أفراد أو أحزاب أو طائرات أو جامعات أهلية كل حد بيبقى له وممكن حد يبقى شايف أنه السياسة أو الملف السياسي هو الأساس ممكن حد يبقى شايف أن الاقتصاد والقضاء الاقتصادية ونعكسات أزمع عالمية كبيرة موجودة أو حتى تفاصيل ما يجري في الجنوب عندنا أو في الغرب أو في غيره ممكن يبقى شايف ده فكرة الحوار إن هي تجمع كل هؤلاء مع بلورة نقاط تقدر توصل لنقطة فاهم الأمر الأهم هنا في رأيي أنه بناء الثقة طالما الثقة قامت بين الطيرات المختلفة من ناحية والدولة من ناحية أو بين الطيرات وبعضها أعتقد أن سيكون هناك إنجاز أكتر لفكرة الحوار طيب إحنا عتدنا أن الحوار الوطني دائما بيبقى ليه يعني نوع من أنواع الملف اللي بيسيطر على جلساته يعني كان فيه جلسات أو كان فيه مرة طلع على قصة حقوق الإنسان وما يحدث في مراكز التهيل والإصلاح والسجون وخلاف بعد كده كان المؤتمر الاقتصادي والقضايا الاقتصادية وخلاف هل سيكون الملف السوداني هو المسيطر بكل تدعياته وتلاوين وتأثيره على الداخل المصري وتأثيره على السياسة الخارجية المصرية نعم للحدود المصري طبعا بالضبط ونستمع لكل الأراء فيما يتعلق بهذا الأمر هل سيؤثر وجود هذا الملف على فكرة الحوار الوطني بالتأكيد كل التخيرات اللي حصلت والتحولات اللي حصلت ستكون مصار نقاش لكن خلينا نقول أنه الحوار ربما يكون في تصوري الخاص أنه بداية ما هواش نهاية بمعنى أنه حتى مع نهاية الحوار ووجود توصيات زمانته أشارته مثلا كانت توصية خاصة به إعادة إشراف القضايا الكامل نعرفين المفوضية وبقى وفي الدستور في فترة لانتهاء الإشراف القضايا النهارة تقرأ قراره والحياة الدولة استجابت فكرة إطلاق المحبوسين ومشاركة بعضهم مش بس إطلاقهم إطلاق اللي هو من خلال النيابة أو من خلال الرئيس سلطات الرئيس ده بنى جزء من الثقة جزء الخاص البعض اللي يرى أنه الملف السياسي والمشاركة وإزاي نجيب الخبراء وإزاي نتكلم في البحث العلمي مثلا أو في المستقبل لكن الأساس هو فتح باب المشاركة بشكل واسع إزاي ممكن يبقى فيه توصيات لي إزاي نقدر ندير حوار أوسع فيما يتعلق بالمستقبل ممكن توسيع المجال العام ممكن المشاركة السياسية ممكن زي ما أنت أشرت ممكن الاقتصاد بيشغل بالناس كتيرة جدا ومزال لأنه فيه قطاع هيبقى مهتم بالاقتصاد فيه الجزء الاجتماعي للقضايا السكانية على سبيل المسال قضايا التنظيم أنت أشرت النقطة مهمة جدا في ملف السودان فيه جزء يمكن السوشيال ميديا على مدى السنوات اللي فاتت تاخد مجالات فيه ناس النهاردة بيطلعوا يصدروا أحكام ممكن يبقوا ناس كبار ولديهم أفكار هذا الشخص ربما لو دعيته للحوال الوطني قد يتردد لكن إذا هو دخل بآراءه دي فيما تعلق بالقوة المختلفة أو إدارة النفوذ في المنطقة أو أنه مصر على مدى العشر سنوات اللي فاتت ما الذي واجهته وما الذي كان يمكن أن يحدث في حال عدم اتخاذ إجراءات مختلفة يعني إحنا مصر إذا كنا بنتكلم على عشر تحديات تقريبا أو أكتر وجهناهم الإرهاب النهاردة اللي هو في العريش واللي انتهى وبدأ فيه النهاردة احتفالات وحياة طبيعية بترجع ده جزء مهم قوي فيما يتعلق بملف الشارع ملف الغرب زي ما أنت بتتكلم في السودان ده جزء من ملف السياسة الخارجية فيه جزء منه ظاهر وفيه جزء منه يتعلق بسياسات الدولة المختلفة إزاي هنقدر ندير ده أو إزاي هنقدر نحكم على ما يجري في السودان النهاردة أو إحنا ربما بعض الناس ما عندهاش دراية واضحة بهذا الملف وما يجري والعلاقات بين الطائرات موقف مصر واضح في هذه القضية أنه لا تدخلات خارجية وأنه ده قضية داخلية وأنه مصر حريص على إبعاد التدخلات الخارجية بتؤدي إلى تعقيدات في المشد وقعد الناس ربما بينظروا إلى جزء بس كتير من التفاصيل نوع من الفتن نوع من إصارة النعرات نوع من إصارة الطائفية وخلافات هذه الخلافات طبيعية ولا ممكن تكون مصطنعة ووراءها تيارات أو اتجاهات لإقاع الدول العربية والشعوب العربية في بعضها وده حادث جداً فدي كلها أعتقد قضايا ممكن تبقى مطروحة في الحوار الآن لكن الأساس هنا هو الانطلاق من إنه يبقى كافة الطائرات قادرة على طرح وجهات نظرها بالشكل اللي يدي فرصة للإستماع للرأي الآخر وفي نفس الوقت الاستناد إلى معلومات لأنه حتى شكل السياسي حتى شكل التحالفات السياسية السوشيال ميديا وما يجري في العالم في تحولات حتى في شكل الأحزاب ما عادتش هي الأحزاب التقليدية بتاعت زمان اللي مستندة لي قضايا حادئة أكثر أو غيره عادت البناء في النفوس والعالم أنت أتكلم عن السياسة الخارجية السياسة الخارجية النهاردة شديدة التعقيد لأنه ما يجري في حرب الروسية الأوكرانية ما يجري المنافسة التجارية بين الغرب وبين الصين أو العلاقة التجارية النهاردة الاقتصاد والسروات ما يجري في السودان ربما يكون انعكاس لي بعض الطموحات والأطمع اللي موجودة فينا تعلق بالسياسة الخارجية الطائرات الرغبة في أنه الأمور تستقر أكتر في السودان ده متصل بملفات السياسة الخارجية زي سيكون جزء مهم بالتأكيد من الأحوار الوطني لكن الجزء الأهم في تصوري أنه شكل المستقبل هنقدر نعمله إزاي شكل الأداء السياسي بدل ما يبقى فيه مونولوجات على المنصات أو المواقع أو الفضائيات يبقى ده مطروح في حوار واضح وعلى مدى السنة اللي فاتت البرامج السوشال ميديا المنصات المختلفة القنوات فتحت الباب لأراءة مختلفة في السياسة نتكلم على قضايا دولية وقضايا محلية يمكن منصق العام للحوار الوطني الأستاذ دياقرشوان تكلم عن وجود 19 لجنة هينقشوا أو هيترحوا قضايا هينقشوا أكتر من 113 قضية بواجهة تحديد تشايف أهمية الليجان دي ايه يا فندم لمناقشة هذه القضايا وازاي بيتم اختيار خليني يقول المشاركين في هذه النقاشات والتصويت على التوصيات دي بيتم ازاي وطبعا تم وضع آليات وقواعد لتحكم الحوار بشكل عام والأمانة هنا هي جزء منظم ما هيش مشارك بشكل رئيسي إن هي بتتلقى الاقتراحات بتتلقى الأراء بتتلقى غيره فالليجان دي أولا الملف السياسي أو الملف الاقتصادية أو الملف الاجتماعي فيه لجان مختلف يديرها خبراء ويديرها شخصيات عامة ويديرها أطراف حزبية شاركة وأصبحت النهاردة أطراف فاعلة في هذا الحوار ففكرة إنه يبقى فيه هذه الليجان تدير أولا بتتلقى أفكار كتيرة جدا يعني آلاف المقترحات تم تقديمها إلى الأمانة العامة فارز ده وإنه يبقى فيه تركيز كل ملف فيه آخر بالملف السياسي سيما قلنا الملف الاجتماع قد يكون مهم جدا من نسبة لطائرات مختلفة أو أراءة مختلفة اللي بنتكلم فيه نهاردة طول الوقت الناس بتتكلم في التعليم بتكلم في الاستراتيجيات بتكلم في البحث العلمي بتتكلم لكن كمان انشغالهم بالاقتصاد على سبيل المثال انشغالهم بتوسيع المجال العام والإعلام والسياسي ممكن يبقى كل واحد ليه اهتمامات أو طرح ميزة الليجان دي إنها قادرة على طلق هذه الابتراحات وفرزها وعادة توزيعها بالشكل اللي يفتح الباب للحوار مع الطائرات المختلفة طيب يعني مظلات الحماية الاجتماعية المختلفة اللي أطلقتها الدولة المصرية فيها للفترة الأخيرة وخصوصا مع قصة الدولار وارتفاع الأسعار إزاي ممكن أيضا تلقي بظلالها على جلسات الحوار الوطني وخصوصا إن الشق الاقتصادي يعتبر من أهم الأفرع اللي إليها اهتمام داخل هذه الجلسات بالتأكيد كل اللي حصل خلال السنوات الأخيرة سيكون ما صار فيه يعني أنا تصوري الخاص إنه إحنا مش هنبدأ من السفر إنه هيبقى يخطئ من يبدأ إنه يتجاهل ما جرى خلال السنوات اللي فات وزي ما أنا أشرت من شوية اللي هو فكري حاوزين نبص الدولة المصرية واجهت بالتجربة الاقتصادية بالمشروعات القومية بغيره واجهت قد إيه من تحديات واستطاعت إنها تنتصر عليه زي مثلا قضية زي الإرهاب الإرهاب ده فكك دول حوالينا هارده إحنا بنتحنح تافل بإنه في شمال سيناء خالية من الإرهاب ده جزء مهم جدا الملف الأمن القومي بشكل عموي الحدود وغيره ده إلى أي مدى جزء الكهرباء وجزء الطاقة وتأمين الطاقة وتأمين الطرق المحاول المشروعات الصناعة الزراعة زي ما أنت أشرت لأنه الاقتصاد ما هواش منفصل عن هذه الأشياء إذا إحنا بنتكلم على زيادة الرقعة الزراعية على مدى السنوات اللي فاتت بنتكلم على أزمة عالمية طاحنة بتنعكس على كل اقتصادات العالم الحماية الاجتماعية دي جزء مهم قوي من علاج ده إذا بنتكلم على أجور أو بنتكلم على تكافل وقرامة أو بنتكلم على تحالف الأهلي للجامعات الأهلية وما يقدموا ما حصل في الأجور أو المعاشات أو العلاجات المختلفة بامتصاص هذا إحنا بنتكلم على سنتين كورونا بنتكلم على الحرب الروسية الأورانية بنتكلم على ما جرى في الغرب من نسبة ولاحظ أنه مصر دائما بتهدف إلى تقليل الصراعات في المنطقة يعني مصر بترحها دايما تقليل الصراعات وفتح الباب للمشاركة وحذرت كتير جدا من هذا الأمر كل اللي حصل ده بالتأكيد اللي بيحصل في ليبيا اللي بيحصل في سودان اللي بيحصل في المنطقة من حوالينا الاختلال ده أثر بشكل رئيس وتدخل مع قضية زي كورونا أو قضية زي الصراعات المختلفة اللي بتأثر اقتصاديا واجتماعيا وعلى السلاسل النقل وغيره كل دي أضايا أعتقد أنه أي حد مقدرش يتجاهل وجودها ويقدر يتجاهل إزاي الدولة المصرية عاملت زي ما أنت بتسأل اللي هو ملاف الحماية الاجتماعية ده في حد الزاته النهاردة كل يوم أو كل خلال فترة بيتم إعادة تدوير هذه الإجراءات بالشكل اللي يخفف الأثار ولازم نسأل إذا الدولة ما اتخذتش هذه الإجراءات كان ممكن الوضع بأزاي كان ممكن الوضع بأزاي في الإرهاب وعدد الناس اللي هيوجهوا ده كان ممكن الوضع بأزاي لو ما فيش ملف الحماية الاجتماعية ممكن تبقى وبالفعل الدولة بترى أنه من حق الناس طبعا تتأثر وحدش يقدر ينكر أنه فيه تأثيرات على الأسعار والتضخم وغيره لكن كمان إزاي احنا بنعالج ده طبعا وإنت في الحوار الوطن ما أنا بنتكلم هتقدر تقيم الإجراءات دي من دون أن تقرأ كل الملف بتفاصيله وتشعباته وتقدر تشوف المعلن والمخفي منه هل هتقدر تقيم السياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية اللي حصلت من دون أن تكون مطالع على التأثيرات محدش يقدر ينكر تأثيرات الأزمة العالمية مثلا على الاقتصادات في العالم كله كل الدول بتتخذ إجراءات النهاردة في محاولة لامتصاص هذا الأمر هل ده هيكون جزء من الحوار هل ده هيكون اللي بيقيم النهاردة السياسة الخارجية المصرية ما هو واضح منها وما هو معلن دائما في السياسات الخارجية بيكون أقل من الربع بالنسبة لما هو حقيقي فعلا في جزء دبلوماسي في جزء معلوماتي في جزء إدراكك للملافت هل نجاح وتقييم السياسة الخارجية المصرية سيتم بناء على كل هذا الملف وكل هذا الجهود وما لم يتم اتخاذ إجراءات مختلفة فيما يتعلق بالأمن القوم فيما يتعلق بضبط الحدوث فيما يتعلق بتطوير السلاح وبناء النفوذ والحركة وأن يبقى عندك قدرة على التحرك عندنا قوة معينة رشيدة يعني تحمي ولا تعتدي لكن في نفس الوقت التطورات اللي حصلت في الأمن القوم المصري وفي زيادة قدرات مصر قادرة على أنها تكون جزء مهم قوي من معادلة النفوذ ومعادلة السياسة الخارجية في المنطقة وفي الإقليم وفي المتوسط في كل شيء ما لم تكن هذه الأشياء حادثة هل كان يمكن أن تكون مصر قادرة على التفاعل في ده بعض الناس بينظروا أنه ممكن يقلل من إحنا كنا قادرين ولا مش كنا قادرين لكن أنت بتقيمها في الشكل العام وفي قدرتك على التأثير هذا التأثير ليس تأثيرا ظاهرا فقط ولكنه تأثير حقيقي ظهر في الإجلاء في التعامل مع الطائرات المختلفة في قدرتك على أن تقيم علاقات متوازنة مع كل دول العالم وتكون قادر على التفاهم وعلى التواصل بالشكل اللي يمكنك من أنك تكون فاعل فاعل حقيقي وليس فاعل شكلي هل هيكون فيه نصيب للمرأة مثلا الشباب لذوي إعاقة من نصيب طبعا من الخطط والرؤة في التباحث خلال هذه الجلسات؟ بالتأكيد يعني أنا أتصور أنه أولا الدولة المصريحة خلال السنوات اللي فاتت أعتقد أنه خدت خطوات مهمة جدا في فكرة التمكين تجاه الفئات الأولى بالرعاية الفئات الأولى بالرعاية الفئات اللي كانت مستبعدة عن المشاركة السياسية يعني فاكرين زاو الهمم كانوا بيطالبوا بمقعد واحد في مجلس نواب أو مجلس شيوه نعرضه ليه مقوطة نسبة الأقباط نفس الشيء المرأة نفس الشيء الفئات المختلفة هل ده نقدر نتفاعل ممكن نبني عليه ونقيمه بشكل أكبر لا فيه مشاركة أكبر آه فيه مشاركة أكبر هل إحنا محتاجين نطور النوع ده من المشاركة هل محتاجين أكتر يبقى فيه تجارب نجحة خلال الفترات اللي فاتت تكون قابلة للتطبيق أكتر أو للتوسع بالنسبة لده قضية زا التعليم هل هتكون نوصار ومجال للتفاهم وهل القضايا فيه جزء الحقيقة للنقاش العام احنا عاوزين التعليم أو عاوزين البحث العلمي لكن التنفيذ بيقوم بيه المتخصصين غالبا إزاي احنا عاوزين ندعم فيه دعم للبحث العلمي إزاي ندعم الجامعات أكتر إنه وضع فيه جامعات مصرية وفيه تخصصات جديدة وفيه غير تعليم جزء مهم جدا بناء البشر وبناء الإنسان وأعتقد إنه ده كان جزء مهم جدا من مطالب وأظن إن الدولة قطعت شون تخصصات الجديدة في التعليم إزاي إنه نقدر أرشد الناس للتخصصات الجديدة أو لسوق ربط التعليم بسوق العمل أو غيره دي كلها قضايا مهمة لإنها قضايا تتعلق بمستقبل أبنائنا اللي في التعليم إزاي أنا مشروع زي التعليم واللي بيحصل في مدارس أو في الجامعات أو في المعاهد أو في غيره إزاي تخصصات جديدة ممكن نعمله أعتقد كل دي أضايا كدتبدو الأضايا متشعبة كثيرا جدا لكن هو الميزة في رائي من الحوار هنا هيضع نقاط يبقى فيه توصيات للجزء عاجل وفيه جزء للمستقبل أيضا الأحزاب عايزة إيه الطائرات السياسية عايزة إيه ممكن بفيه عدد كبير جدا في الأحزاب ما هواش ظاهر أو تأثيره في المجتمع مش بنفس الشكل بتاعه أو وجوده ممكن يبقى فيه قضايا ذات أولويات المفكرين والخبراء في الاجتماع أو في غيره وبيبقى لهم أراء قد تبدو مختلفة حتى بالنسبة للثقافة والقوة النعمة والفن ومحتاجين نعمل إيه في الدراما محتاجين نعمل كل دي قضايا مهمة لأن مصر طول عمرها تأثيراتها المعنوية والقوةها النعمة وقدرة انتاج بشر وانتاج باحثين وعلماء أعتقد أن ده جزء مهم جدا من المستقبل سيد أكرم في بداية كلامك اتكلمت عن جسور السق إلى أي مدى نجح الحوار الوطني في جلساته السابقة في مدى هذه الجسور كنا بنسمع دايما أصوات على السوشيال ويدي أصوات وطنية من قدرش ننكر أن هم وطنيين بينادوا كده يا جماعة عملوا كده يا جماعة عملوا سواء في الملف الاقتصادي أو في الملف التعليم أو في ملف بناء المدن الجديدة إلى أي مدى نجح هذا الحوار في احتواء هذه الأصوات في الاستماع إليهم في تطبيق ما ذكروه أو تحدثوا عنه إلى أي مدى يمكن أن ترصد نجاح هذه التجربة في لم هذه الأصوات على ما إيد على أرضية واحدة على أرضية الوطن المصر بالتأكيد إحنا لما بنتكلم مش بنتكلم بس في تجربة السنوات الأخيرة هم بتكلم في تجربة تقريبا 11 سنة أو 12 سنة إلى أي مدى كل حد النهاردة على منصة أو أولا ما نقدرش نقول إنه ما فيش حد بيقولش رأيه كل حد قادر إنه ينشر رأيه بطريقة أو بأخرى لكن نقطة اللي إدى أسرتها وفعل ببناء السقة بمعنى إيه؟ هل أنا أسق؟ بعض الناس بيطالبوا يقول أنا أطالب بكذا أو بقرأ أو بيقول أراء قد نراها يراها البعض عميقة ويعمل لها شير وغير وقد يراها البعض سطحية وسريعة وغير قادرة على قراءة الواقع في القضاة الاستراتيجية في قضاة السياسية في القضاة الاقتصادية تقييم السياسات الاقتصادية هل أنت تستطيع أن تقيم كل هذه السياسات بكلمتين أو ببوست أو بغير ولا هتحتاج تقرى الملف وهل أنت مشارك في شكل عام فطبعا أولا الدولة من ناحيةها فيما تعلق بملفات الإخراج المحبوسين وغير بقرارات من نيابقارات رزد يعني عملت حسن نيابقارات وده جزء من بناء السقة أعتقد فتح الباب لطائرات مختلفة فيه ناس بيطلبوا بيقولوا أراء وتحليلات وأولا من الصعب أي حد في الداخل بيطرح رأيه أي كان اختلاف معه هو رأي من حقه أن يطرحه وبالعكس مرحب بيأكد لكن البعض أول ما تقوله يقولك أراء يعني مونولوجات وأراء نهائية وغير قبل النقاش برغم أنه يقولك الحوار بس بعضهم لا يقبل الحوار هذا الشخص إذا دعيته للحوار يقول لا أنا مش هشارك في الحوار لكن في نفس الوقت بيطرح أسئلة فهل الفترة السقة دي هي كلنا أولا أنا مش مع الاستبعات مع فتح الباب لكافة الطائرات والمشاركة وكل الأراء ممكن يبقى حد بيكلم في الطب النهارده اللي حصل دلوقت أنه غير المتخصين هم أكتر ناس بتكلمه في التخصصات يعني في كورونا كان القطباء أخذ ناس بتكلمه في الاقتصاد ممكن الاقتصاديين وبعدين فكرة أنه يبقى أعتقد أو أظن أو دي وجهة نظر أو غير النهارده فيه جزء اللي هو الحتمية وفكرة إحساسه بأنه ليه مؤيدين أو لايكات أو غيره قد يعطي إحساسه أهمي بأنه هذا الرأي أنا مؤيد ليه وممكن الناس يبقوا مع الرأي وضده فبناء الثقة وجسور الثقة بين الدولة وبين الطائرات السياسية وبين المفكرين والخبراء دي نقطة وبين الطائرات ونفسها أنه يكون الشخص نفسه قادر على طرح وجهة نظره ومستعد لسماع وجهة النظر المختلف ممكن يبقى رأي يراه متماسك جدا النهارده حتى البديهيات يمكن الخلاف حولها حقيقة فإحنا نتكلم على لازم الناس تبقى قادرة على قراءة لا تسقط في فخ الصراعات وغيره كل الناس مدعوه طبعا باستثناءات قليلة جدا لا نشارك في العنف أو حرد عليه أو غيره وعكيد إحنا نساعدين ده يبقى موجود في الحوار الوطني له رأي طالما موجود داخل مصر أي أن كان الاختلاف وغيره أعتقد أنه سيكون رأي ومحل اعتبار ولمنصف العام للحوار الوطني دي أرشون كان يمكن قال قبل كده أنه لو في مواضيع متروحة للنقاش أو عليها وفي رأيين مختلفين هيتم الأخذ بالرأيين ومش هيتم يعني اعتبار رأي على الآخر يمكن زي من جمال والحاجات الحلوة اللي احنا عايزين نشوفها في الفترة الجاية في الحوار الوطني كل شكرا لك الكاتب الصحفي أكرم الأصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة اليوم السابع شكرا يا فندم على وجودك معي شكرا جزيلا